المعافل تحكيمة كابتن سامير برحب بحضرتك إزاي كابتن عمر منور الشاشة حضرتك والكابتن الجميل ياسر عبد الروف حمد الله على السلامة الله يسألهمك حبيبا يعني حركة منور دائما معنا في قناة الاهلي ودائما مرتشرف بحضرتك ويعني يريد بقى تتناقش معنا ودخلش معنا في الحوار اللي بنتكلم فيه أوه مستوى التحكيم المصري في الموسم الحالي وتقييم حضرتك ليه برد أنا قعد بستمتع بك من أول حلقة حضرتك وكابتن ياسر وياسر قالها يعني بإجازة طريقة كويسة وأنا متفق مع الكلام بنته قدته طبعا ممكن نختصرها أن الحكيم المصري مستوى سنة خارج مصري مستوعلي جدا ليسى المصر يتأثر بوضع السلبيات والمعوقات أتمنى إن شاء الله يعني دي تختفي واللي كان ينقص الحكم من مصر التنازي يا كابتن عمر هو التركيز لأن معظم الأخطاء السنية اللي احنا شفناها السنية دي كانت أخطاء عدم تركيز من الحكام يا رب يعني إذا ما بيحكمه بره مصر حكمه برده دخل مصر بلفس المستوى طيب ظاهرة أيضا ما بطريق حررتك على ظاهرة التحكيم الأجنبي هالحراك شايف أنها زادت عن حدها شايف أنها خلاص من الموسم القدم لابد من تقنين وتعديل اللايحة بعدم السماح للأندية بل استعانة بحكام أجانب ولا شكل منافسة زي ما الكابتن ياسر قال هو اللي بيجبر اتحاد كرة القدم على الرضوخ إلى رغبات الأندية في الاستعانة بحكام أجانب والله يا زاهر صحيح جدا يا كابتن أعتقد كنت بكلم ياسر في المضوع ده قبل كده أن أعتقد ياسر أكتر من 25 طقم أو 26 طقم أجنبي جي السنازي مصبوط ياسر صح طبعا ده عدد كبير جدا يكون متعودين يا كابتن عمر عندك ما تشين الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي واحتمال لو في مباراة مهمة طرفها أحد الأهلي أو الزمالك إنما تجيب التقم الحكام الأجانب ده شيء صعب جدا يأثر على التحكم المصري وفي نقطة مهمة جدا برضو أنا مستعدت أنك تجيب حكام أجنبي اسمه وخبرته كبيرة يعلم الحكام المصري إنما أنت للأسف بتجيب حكام أجانب دون المستوى تماما عن الحكام المصري حكام المصري بيتفوق عليه غير بس فقط أنت جبت الحكام بتوهم كثير كويسين جدا وبعد كده جبت روكي في ماتش الزمالك والبيراميد واحد من مصنفين الإليد في أوروبا ما دون ذلك كان كلهم دون المستوى وعملوا أخطاء كبيرة جدا لخلاف بقى كابتن عمر وزيب أعتقد ممكن ياسر يوافقني فيها أنه فيما فهش دلواتي فيه تكافؤ فرص بعض المباراة بتلعب خمس حكام وبعض المباراة بتلعب بتلات حكام ما ينفعش انتشبت المسابقة لازم كل الفرق تتساوى كابتن سمير يعني هنط محرك سؤال لسه ما سألتوش لكابتن ياسر بس يعني حطاهه على حضرتك وأزمة الكابتن جهات جريشة بعد المباراة الوداد والترجي ورأي حررتك في التعامل اللي تعاملت به لجنة الحكام الأفريقية في وقفه ستة شهور وبعد كده رفعوا الإقاف يعني لازم الأول هل حالك شايف أن كابتن جهات أخطأ الخطأ الكبير اللي خليه توقف ستة شهور ولا الخطأ وارد في أي حتة في العالم من هو يحصل؟ لا وبداية طبعا زي ما انتو قلت في الأول طالما من ياسر الكلمة قدس طالما من فيه تحكيم ما تبقى فيه أحطاء هذا عمل مباراة كويسة جدا مباراة الفاينال ازدهاب فيه حاجات جدالية فنية ممكن تتيجي من وجهة نظر الحكام هو يحسبها التاني ما يحسبهاش إنما ما أخطأش في تطبيق القانون مثلا زي الحكام الأسيوكي تطعم لك وماتش الزمال يكون نهضة بركان إنه تغافل ومرضاش يدي الإنذار عند تنفيذ راكلة الجزاء اللي تلعبت بطريقة غلط من حارس المرمى فيه إنذار وجوبي كان لازم يحدث تمام جهاز يتعامل معا بأسلوب غريب جدا طبعا تم إيقافه سريعا جدا طبعا عشان الرجل بتاع الاتحاد الأفريكا كان قاعد في وسط جمهور المغرب وأكيد خد انتقاطات كتيرة جدا وفي المأسورة كان القرار ثاني يوم وقرر منه هو إن يوقفه ستة أشهر ستة أشهر دي كانت ممكن تخالي جهاز يبطل تحكيم إنه مش هينفع يبقى السنة جاية في القامة الدولية عشان إرسال قامة الدولية زي ما حاضر جعلت في 2011 صح تدخل طبعا تدخل طبعا كابتن أحمد شبير وكابتن هاني أبو ريدا هو السبب الرئيسي في رفع الظلم على جهاد يعني أكتر حكتين بصراحة كابتن شبير وكابتن هاني أبو ريدا بصراحة فدخلهم السريع كابتن ياسر عايز بقى يسألك سؤال هو فضل يا كابتن بس خلي بالك طبعا نشوف مين اللي أصحب طبعا نحن متفكين على إن جهاد الظلم وعلى إن هو الأداء اللي قدام يستهلش عليه الإقاف ده رقم واحد والإقاف ستو شهر فإحنا خلاص متفكين هو ده كان ظلم وكان قرار لإرضاء إن جهة ما ولكن إيه اللي لفت نظرك في القصة الإقاف ولا إعلان الإقاف لا طبعا أول حاجة كابتنسب إعلان الإقاف مفيش حكا نسني بيتم إعلان الإقاف بتاعه بسطرعة دي قبل ما اللجنة بتاعته طعد معاه وينقشوه خلاف ذلك أنت عارف كابتن ياسر ورجع كمان من بولندا يعني يجيب مين جهاد بقى الكاس عالم للشباب راح عليه عشان قرار خاطئ قرار خاطئ اتاخد ومجد صلح برضو هي حاجة غريبة يعني الاتماس أو رفع الإقاف عن حاجة غلط هو محدش كلمه فيها ولا حد عدوا فيها بالرغم من لجنة أحكم الأفريقية زي ما حد عرف كابتن ياسر ولهم أشاده بجهاد يعني هجهاد كان بيقول لي كده جالوا كلها واتسة أبك ولهم إشادة بمستوى جهاد في المغارة الأولينية هي على مستثام كبيرة جدا كبيرة جدا وأنا شايف رفع الإقاف عنه ده يعني نصر عملها كابتن هاني بوريدا وكابتن أحمد شوبير للتحكم من مصر بطرحه كله وشكل قرار يعني شكل حكم من مصر في قارة أفريق سؤالك لكابتن سامير بح دك قلت لنا يعني قلت لنا هسألك سؤال أصعب بس السؤال بقى لا لا حبيبي حيصرف حيصرف السؤال والحكم من وانت الحكم بدلوقتي أوكي يجاوب ومش عاوزين بقى يمسك العصية من النص لو ياسر عبد الرقوف يعني بعد كم يوم طلبوا منه إنه بقيرين رئيس لجنة الحكام هيوافق ولا لأ ويجاوب على طوله لا يا لأ ما يلفش عشان عارفه هو يلف آآ طبعا طبعا آآ طبعا شرف لأي حد سامير طب قل له لو عرض عليك كتن سامير ليه؟ طب قل له لو عرض على حضرتك هتوافق برضو ولا لأ أكيد أكيد هيوافق يا عمر أنت الحكم يا عمر أنت الحكم أكيد أكيد لا 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 تممكن نسألك سؤال تاني لا انت هتأمل إيه بصت يا سامير هو طبعا شرف لأي حد إنه هو يتولى رئيسة اللجنة ولكن دورنا طلب إحنا برة يبقى إحنا لازم نساند اللجوة لغاية آخر وقت إنه هو ينجح وإنه هو يبقى حكامه على أعلى مستوى هو دورنا سواء إحنا مسؤولين أو مش مسؤولين ولكن طبعا رئيسة اللجنة حكام مصر تحديدا ده شرف لأي حد وأتمنى لك أن أنت في أقرب وقت وأقرب فرصة أن أنت تنول الشرف ده يا سامير لا أتمنى حضرتك كابتل ياسر تقفك تخص اللجنة ونقف معك برة بإذن الله لا 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 حبق أجيبك معايا أفضل أنا أجيبك عشان كده عشان ما أتقطعش فيها عشان يبطل تقطيع كابتن سامير رأي حرارك في التحكيم حاليا أنا شاف أن التحكيم الأفريقي هو اللي بقى على الساحة ومع أنه يمكن فيه بعض الأخطاء الكبيرة وأن التحكيم العربي بشكل عام بدأ أنه يبتعد عن الساحة وبدأنا نشوف الاعتماد على حكام واحد فقط مثلا في النهاية الأفريقية زي بكاري جسامة هلدة يعني مقصودة كابتن سامير ولا هم شايفين أن الحكام أصحابة بشرة السامراء الأفريق هم دول عندهم الكفاءات وأن الحكام العرب يفتقدوا إلى الخبرات ويفتقدوا إلى وجود كوادر تعرف أنها تدير لقاءات وأحداث مهمة أحكام لحضرتك كابتن عمر بكل صراحة ما يلاقي في حكام اسمه بكاري جسامة يلعب تمامية فاينال وحكام زي ضملة بتاع سيوبا يلعب ثلاثة فاينال واربعة بالأهل والأهل والتراجي وبعد كده التراجي والوداد وبعد كده الزمالك ونهض البركان ده يدل أنه لا يوجد حكام في أفريقيا الواحد يعتمد عليهم الحكام للأسف المواجهين اللي يلعبوا في فاينال كتير دي معناها حكتين نضرة الحكام القوي اللي تعتمد عليه وفي نقطة تانية بس الأسف دي اللي أنا شايفة من وجهة نظري إن في حكام موجهة بيديروا على حسب أراء الناس بره إنما الحكام العربي مخترم عشان كده للأسف ما شوك ناش حكام شمال أفريقي اللعب ونهي خانص غير جهاد وما جاءت لعب ما جاءت لعبوش وقفوه فأنا مع احترام من الكامل لأن الحكام العربي الأفريقي أعلى بكتير من مستوى الحكام الأفريقي الأفريقي إن الحكام العربي الناس من الحكام عشان ربقين الكويس قوي إنما في بعض الحكام وأنا بخص بالذكر بكاري جسامة وضملك يعملوا حاجات غريبة حاجات غريبة في المباراة من ضمن القانون ويسرعي في الكلام أنا بقوله كويس أنا ممكن أزحق فرقة بالقانون وما حد بشي يدري جاء علي أو بشي يدحق طبعا لا ما احترام من الكامل الأفريقي الأفريقي أعلى بكتير أخيرا كابتن سامير توقعات حضرتك للتحكيم بشكل عام في البطولة الأفريقية من خلال متابعتك للقائمة اللي هكون موجودة في البطولة شايف البطولة بتحكمها إن شاء الله ستكون بطولة مميازة طليق بالمجهودات يعني تحصل بقى لها أربع شهور علشان تخرج البطولة في شكل رائع وإن بالتالي التحكيم هيكون شكله جيد ولا ممكن نلاقي بعض الأخطاء وخايف بعض الأسماء أنا خايف طبعا بعض الأسماء بس طبعا بهني إبراهيم نور الدين وجهاد وأمين عمر هيشاركوا في البطولة شاء الله محمد قصدام يدين طهر وطحسين أبو ستبات محمود أبو الرجال وكل حزن وأسى كل حزن وأسى الظلم اللي وقع على محمود البنة طبعا دا قم في الظلم دا يذل برضو خلي بالك دي سنسبة ظلم تفاهم إزاي؟ صح ليه ما نبقاش أربع عليهم نبقاش خمسين محمد معروف كم من المياه بقى في الموجود قائمة قويسة إحنا عندنا حكام قويسة أعلى أحمد أندور محمد قدر والله والله كل القائمة الدولية ممكن تبقى موجودة في المونديال بتاع أفريقيا لأنهم يستحقوا كده ظلم باين جدا جدا وقع على محمود البنة لحاجة تحزن إنما نرجع للبطولة أتمنى البطولة تبقى شكلها كويس بس أشكر المستوى التحكين هيبقى برضو عليها على متى التفام بقناة الفيديو تبقى موجودة هتبقى موجودة من بعد الدور الثمانية ودي حاجة غريبة جدا قبل النهائي قبل النهائي بس سيد كمان كمان يعني تبتدي بها وانت من شهر كابتون عمر شهر ومسكن وعملين مع أسكر في جوهانس برغ كل الحكام عشان يعني كلها علامات اتفهم بصراحة لجنة الحكام الأفريقية لا طاليق لا طاليق إنها تدير مستبقى كبيرة كل ما تشاهد في أفريقيا كان على مشاكل تشاهدنا المتشف في مهدد بوركان الحكم السنهالي اللي حصل وحصل في مشاكل تم الاعتداء عليه بصراحة أنا مش متفقل بالنسبة للتحكيم الأفريق عارفت بصولة دي تنجح إمتى؟ تمام؟ تحكيميا لو الحكام المصريين والشمال الأفريق هم من قدروها بطريقة قويسة لأن نعبوا المصريطة المهمة وتمنى طبعا يعني التوفيق لمنتخب مصر ومنتخب بلدي ولا قدرنا في حالة الخسارة هنلاقي حكم مصري وهنلاقي مباراة النهائي طيب لو سؤالتك سؤال بقى كروي كده قبل مقفل معك قل لي الأربع فرق اللي هيكونوا موجودين في المربع الذهب للبطولة من وجهة نظرك الكروية يعني تماما طبعا بلدي مصر بس طبعا أنا شاهد في سنغال حاجة جميلة جدا ماشي وارو المغرب كتف وارو المغرب أو سنغال يعني مصر والسنغال وكتف وارو المغرب نيجيريا لأ الكاميرون لأ تونس لأ الجزائر لأ لا أنا شايف كده يعني من وجهة نظرا شايفة اتنين قرائبين قوي سنغال قرائبة جدا نيجيريا كتف وارو بردقاء والمغرب طبعا معم ماشي قابتن سمير هاستنى حراك في حلقة عشان بقى يعني ايه نتكلم كده باستفادة ونتكلم بشكل أكبر واخش اسأله سؤال طيب آخر لا 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 أخش اسأله سؤال ما يجيرك وكابتن ياسر هنعمل معه مدخلة عشان يخش يسأل حراك نفس السؤال ويحرجك بردو ما أنا أتفل ما حاتم الشربين وما يدخلو شو طراحة يا حبيب يا كابتن سمير شرفتنا وعطنا واستمتعنا جدا بوجود حضرتك معنا على قناة الأهل الحكم الدولي حكمنا الكابتن سمير عثمان نكمليه مع الكابتن ياسر لكن نروح لتقرير مع رأيه